طالب منذوب مصر بمجلس الأمن السفير أسامة عبدالخالق بإقرار المجلس هدنة مؤقتة والسماح بدخول المساعدات إلى قطع غزة وخلال جلسة للمجلس حول الأوضاع بالشرق الأوسط أكد عبدالخالق أن مصر مستمرة في بدل الجهود لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة مشددا على أن إسرائيل ما كانت تواصل جرائمها إلا بضعف المؤسسات الدولية مطلبا المجلس بضرورة تبني قرار وقف الفصل السابع يلزم إسرائيل وقف حربها على غزة ولبنان وملاحقة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب الفلسطينية سشدد مصر أمامكم على النقاط التالية واحد يجب على مجلس الأمن تبني قرار وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان أيضا والانسحاب من القطاع والأراضي اللبنانية وفتح جميع المعابر وإدخال المساعدات دون عوائق ووقف التهجير القصري واستهداف موظفي ومؤسسات الأمم المتحدة خاصة وكالة الأنرى والبدء في إجراءات الملاحقة والمحاسبة لكل من ارتكبوا الجرائم بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ كافة الإجراءات لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة السابقة وكذلك الأوامر التحفظية لمحكمة العدل الدولية ثانيا يجب على جميع الدول تنفيذ التزاماتها وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة خاصة القرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة في جلستها الطريقة في 18 سبتمبر الماضي بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي ووقف جميع صادرات الأسلحة لإسرائيل وأي تأنشطة تكرس الاحتلال الإسرائيلي اشتركوا في القناة